قبيل ساعات من جلسة مجلس النواب التشريعية وفيما تتوالى مواقف الكتل حول الحضور من عدمه لغياب دستوريتها على تنديد الهيئات الاقتصادية بمضمون قانون الكابيتل كنترول المدرج على جدول الأعمال وخصوصا الفقر الأولى من المادة السابعة التي تنص على الآتي تتم المدفوعات والتحويل المصرفية المحلية كافة بالليرة اللبنانية باستثناء الحالات التي تحددها اللجنة بند يضرب ما بقية من الاقتصاد الداخلي مادة السابعة التي تفرض بقوة القانون ومع تبعات جزائية لأن المدفوعات كلها ستصبح بالليرة اللبنانية إذا الواحد يشتري علكة أو يشتري عقار فهذا نوع من هرتقة بيئة الاقتصاد طبعنا اللي هو شبه مدولة هذا بتفرمي القدوم الدولارات إلى لبنان بتكلف البيع والشارع تكليف وبتحملوا مخاطر سعر صرف المخاوف تتلخص أيضا في أن تصبح القطاعات الاقتصادية تحت رحمة استنسابية اللجنة الخاصة المنشأة بمجاب القانون المؤسسات اللي بتستورد ما بقى فيها تشتري دولار بحرية بدها تروح عند لجنة مستحدثة هي عندها حق توزيع الأزونات هون أو هونيكة وبالتالي عندها حق الحياة والموت على مؤسساتنا بصيغاته الحالية سيردع الكابيتل كنترول المقيمين وغير المقيمين من تحويل الأموال الجديدة إلى لبنان وهذا مصدر خوف الخبراء الاقتصاديين لازم يكون المشروع على رأس جدول الأعمال مش بكعب جدول الأعمال لأنه بالحقيقة أولوية بس إذا أكرر القانون وضربنا الفلاش دولار أكيد بنكون أولا عم نضرب حركة الأموال واثنين عم نرجع بعد الناس عن القطاع المصرفي أكتر عم نخليهم يحاولوا يروح على طرق أخرى طرق غير مراقبة ما إلنا مصلحة فيها ونحن عم نتشك من تبيض الأموال وبالتالي إلنا مصلحة تظل الأموال مراقبة عبر المصاريخ الليلرة القصرية للمدفوعات ستحمل انعكاسات كارثية على الاقتصاد المدولر والمطلوب يتلخص بشطب البند الأول من المادة السابعة قبل إقراره أو إضافة الأموال لفراش كواسيل الدفع إلى جانب النيرة اللبنانية اشتركوا في القناة